اهلا بحضراتكم زيكا بطنياسي اهلا بيكا بطنياسي صبرك ايه الحمد لله بخير انت عشرتين واحنا نلعب كنت انت بتلعب برضو مع جيل العظماء اللي كان موجود ساعتها انت بدأت حياتك بدأتها كرة خدم وانا بشكل عام كنت بحب الرياضة صادف ان احنا كنا في الصيف في مصيف وكان كتنا ابو حباجة موجود ايوه فكنا بنلعب كرة عادي زي ما الناس كلها بتلعب كرة انا يعني من زمان بنلعب في الشارع طيب حذرك عارف طبعا انا من شبرة اساسي من شبرة اه فكرة في الشارع دي اساسي يعني طبعا فكتنا احباجة اكلم والدي الله يرحمه قال له انت يعني ليه ما بيلعبوش كتنة واخوي فقال له ليه ما بيلعبوش كرة وبتاع مثلا لازم تعملهم تشتركوا في النادي وبتاعوا ففعلا رجعنا من المصيف بابا عاملنا اشتراك في النادي الاهلي كان سنة سبعين واحد سبعين اه كان سنة كم سنة كان سنة ساعتها انا مواريد اربعة وستين كان سنة ثمان سنين ثمان سنين اه ما ندخل كان ساعتها كتن مصفح سين لا بس ابل غدا كتن مصفح سين انت كنت بتلعب بتنزل في الشارع بتلعب كرة او ما بدأت انت كنت شاطر في الدراسة ولا لا مش اول في ابتدائي بس ابتدائي اه ما لازم تبقى في ابتدائي شاطر هل الاسرة كان بدايك لما هتنزل تلعب في الشارع ولا كان يقول لك لا بحدود بحدود اه يعني ما كناش طول النهار في الشارع خلص الواجب وبعدين نقلل اه دائما كنت انا واخويا دائما بنلعب احنا فرقة اه ومعنا مجموعة واي فاق فرقة تانية اصعد فرقة من المناطق التانية تيكت لعبنا كده ما صدبش مرة كده ان كان فيه لعيبة من اللعيبة اللي هي طلعت كده وكملت ولعبت مع الانديها الكبيرة كانوا ملعب معكم وما صغيرين لا فيش في المناطقان يلا ما كانتش فيه اه فانت في المصيب كابت ان ابو حباجة راح ما طلع عليه اه كلم الوالد وقلت عروح النادي الاهلي لازم تقعد دي كانت اول مرة تخش النادي الاهلي بالظبط وانت داخل النادي الاهلي فكرت في ايه لا كنا لسه صغيرين بقى طمصفة مفيش انا في دماغي انا بحب الرياضة اه يعني انا وانا في المدرسة كنت بالعبولي في المدرسة اه وانا عندي ست سنية ما نعبش كورة يعني لا ما كناش ما كانش فيه مجال القوة برضو كورة كنا بالعبها بقى ايه قبل الشارع عادي كل حاجة بالظبط قبل ما ندخل المدرسة كده يعني انتعب حاجة وبين الحيصة الصحية اه بالظبط فجدت دخلت tadyt بقى ان انا ايه فقبلك ك Państwo طفعسية اه دخلت الاختبارات لو هو كاptم وwnyصطفى قالك ايه لمسه لعبها ده الكرة الحديثة كم ده في ذنه اه وانا من نوع اللي بطبق يعني لعني انا من نوع لما حركته قولي حاجة اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مهم في الاخر قال لي لا ما تنفعش اه يعني اسمي ما تذكرش تالي الحاسة بتاعت كرة الخدم تختلف معانا انا كنت لعيب لعيب كويس كمان اه انا كنت مفتي بعد كده وانا عندي 14 سنة يعني كلمني كذا مرة عشان ارجع بس انت كنت لعب كوات خلاص بقى كنت لعبت هنبو لعبت هنبو لا معانا دس انت يعني انت ده انا في النص كده يعني مشيت كرة الخدم زعلت اه طبعا دقيقت طبعا اه لان انا يعني حسس ان انا اتظلمت في الاختبارات داي كان الوقت الاختبارات قد ايه لا مفيش مكمش خمس زي خمس زي اه يعني لمست كرة مرتين مثلا اللي هو بصة ولاعبة مرتين كان في اعداد كبيرة بقى اه طبعا فالمهم اتجهت بقى ايه التنس طاولة بتمشى في النادي بقى الواحدي في النادي معرفش حد اه تمشى في النادي لقيت تنس طاولة وانا كنت بلع تنس طاولة برضو خفيف كده يعني تبسكش حاجة ما اعملتها لا انا اي حاجة فيها كرة يعني تنس سكواش اي حال ببادل دخلنا فيها حديثا فالمهم دخلت تنس طاولة كابتن زي طايب ماشي اشتريت مضرب تاني يوم وابتديت اتمرن عدت ست شهور تقريبا طب لما سبت كرة القدم ومشيت انت من جواك ما زعلتش اول قلت بقى خلاص انا مش عبش امرس غياضة تانية انت كنت بتقولي انت حاس ان انت لعب كويس وعندك احساس بالظلم جواك ان انت ماخدتش فرصتك كويس في كرة القدم اه لا بس الاحساس ده ما بيستمرش عندي يعني ما بيستمرش اه مش النوع اللي انا افضل عند الجلد يعني اه لا مش اه يعني اه لا انا ما اتخدتش هنا فانا متضايق عندي غيلي مثلا لا انا محب الرياضة شوف غيرها اه وروحت تنس طاولة ففعل روحت تنس طاولة عادت ست شهور وبعدين يعني صادف ان ملعب الهندبول جنب التنس كان زمان اه طبعا زمان اه فكنت بعض اتفرد فعجبتني اللعب بقى فكلمت الكابتن كان ساعتك كابتن حمد رفيع الله يرحمه الله يرحمه يرحمه فكلمة كابتن يعني عايز العب يعني قال تعالى شوت على الحيط فشوت على الحيطة قال لي خلي بابا يجيلي بكرا على طول اه ففعلا بابا جي تاني يوم وبتاع اتكلم معاه وسبت التنس ودخلت وبابا كان بتسيبك في النادي من الصبح اه ما كانش ده في الاجازة بس في الاجازة اه лanas افتكت ان احنا لا esa فالشتاي هيا مرتين في الاسبوع واليوم الجمعة والمباراة انت كنت ملقب بíb sfبيبеро بقرة القدم بيبو دقرة القدم وكان كابتن ياسر في كرة اليد ايه لي كنت انت يعني سموك بيبو عالى اساس ايه اه انا كنت من نوعية اللعيبة اللي بتحب التطور تختالب اه المهارة المهارة دي المهارة بس المهارة بقى مش يعني مش مجرد مهارة يعني مش عاقف اوصفها ازاي هي انت كنت بتخترع العاب في جوة اللعب يعني باص مثلا انت باصي باصي من ورا باصي من بيض كنين اللعيب اه تبقى طلع مثلا ايديك الشمال ايديك المينين لا انت بتاعك كان كمانش يديز قوي التصويب بقى كنت من اللعيب اللي بصاوه بسريع اه سريع وبعدين من تحت وفوق يعني بكزا تكنيك مش ماليش طريق تصويب معين مرة كنت فرج عليكم كانوا قدام الملعب عندنا اه كورة اليد قبل ما يبقى فيه الصالة بتاعت الامير عبدالله الفصل فوقف انا وكبت المفتح مبروك وانت دخلت شط فقلاشت واحدة جات فيه اه وعلمت في دراعي هنا وبتاعه الكلام ده ايديك كانت بسم الله ما شاء الله ايه الهندبول تصويب لازم تبقى فيه عند اللعيب كورة تصويب التحول مرة واحدة النادي الاهلي انا بتكلم عن النادي الاهلي النادي الاهلي فترة من فترة فريل اول بقى انت وصلت الفريل اول ازاي اه احنا واحنا يعني 14 سنة عشان بقول لحداك بقى كان الاعداد ما هياش كبيرة في اللعيبة ما كانتش زي دلوقتي اه فكان مثلا بتاخد لعيبة من المنتخب في الدرجة الاولى فكان بيروح عدد كبير مثلا 6 لعيبة فتلاقي اللي بقى 14 لعيب فبيتكمل بقى اه فبيكمل منين من تحت الناشين كنا احنا الجيل اللي هو المجموعة بتاعياتنا دي كانت هي كان سنة كم سنة او 3-3 في درجة الاولى اه 14 او 15 سنة من 15 سنة اه بس يعني كنا انا بنلعب دورات ودية اللي هي الدورات الرمضانية يعني هل اللعيب في سن 15 سنة او 16 سنة يبان عليه ان ده ممكن يوصل درجة اولى او ممكن نبقى لعيبة ممكن ممكن بس يعني حسب بقى تطوره النحن المجموعة محتاج شؤول جامل اه بس يعني زمان كان بيباني اللعيبة نعم ومش كل اللعيبة حتى اللعيبة اللي كانت مميزة في السن الصغير مش كلها كملت يعني يمكن انا الوحيد في جيلي ال64 اللي كملت بس اه باش حد تاني طلع معاك طيب انت بدأت من سن 16 سنة بدأت تلعب في الدرجة الاولى وفي الفترة الزبانية دي لما راحوا اللعي بقى تروح المنتخب انتوا بقيتوا تكمل امتا قلت ان انا أساسف في الفريق الاول لما جابوك مرة من ورات انك تكمل لان كلنا حصل معانا كده والله بس انا يعني في الفترة كان معكبت ان الدكتور طلعت شيتا نجينا في رومانيا ربنا يعني يا عفيه ويرجعونا بالسلامة كنا في رومانيا فكنا بنجي لع المتشاط الودية فبلاقي نفسي شوية في البكرايد شوية في الهوف شوية في الليفت شوية عالدايرة شوية وانجليفت فبتقيت اتدايق مش يعني انا مش حسس ان انت حسب المدرب بيقولك تلعب هنا وهنا وهنا اه بلعب اه انما انت عاوز تلعب فيه فيه عدلة ليك معينة مركزي مركزي فيه انا لقى كنت بلعب في كل الحاجات دي كنت بقى قدي فيها يعني كل المركز دي ودي ممكن دي فدتني بعد كده اه يعني انا لعبت دايرة في وقت من الوقات في المنتخب لما كان بقى فيه مشكلة في الدوائق كنت بلعب دايرة اه كنت بلعبها يعني بكتنيك الدايرة بس بياخدوا ضرب فيها اه بياخدوا ضرب فيها وما اكتر الناس طبعا بتتعرض الانتقاك يعني اه اه فجيت قلت له دكتور انا مش مش شايف ان انا ليه مكان قال لي اه انت عبيت كده بالزبط يعني قال لي انا بحطك وبعد كده بحط الحداشر لعيب التانية الجوكر بتاع الفئر اه قلت له ليه قال لي انت الوحيد اللي بتلعب في كل المركز دي لان عندي ناصف مركز بحطك فيه بتقدي اه قال لي انسى الفكرة دي شيلة من دماج دلوقت كان مين بقى المدرج؟ كان دكتور طلعت شطر طلعت شطر ربنا يديره السحر فدي من الحاجات الواحد يعني بصراحة الواحد المجموعة اللي قابلناها في حياتنا في الفترة ديت اتعلمنا منهم كتير اكيد اكيد طب ياسر وانت بتلعب والمدرج بقى يعني ادالك ثقة انك تلعب في اي مكان من الاماكن انت جوكر يعني انما انت كنت شايف نفسك في مركز ايه؟ انا كنت واحيب سنترهوف سنترهوف اه انا كنت ده كان ده ده اه ده كان مركزي الرئيسي او عادلتك بمعنى صح يعني اه يعني في الهندبول ملهاش عادلة قوي يعني انت تقدر تزبط نفسك حسب المكان اللي انت فيه نعم ده امكانيات اللعيب بقى اه يعني مثلا كان معنا عبدالوارس سامح عبدالوارس طبعا كان بلعب باكرايت وايمن ايه ومن الاحسن باكرايت في العالم نعم هو بيعرف يعادله امكانياته الجثمانية امكانياته البدنية مهاراته اللعيب اللي بيكيف نفسه بقى نفس بزبط اه فلكن انا سنتراف لان انا كنت من نوعية اللي بحبش هدوي الجوان كنت احب اصنع الجوان بليمكر اه اه زينا اه فكنت كتير اه يعني دي كان بتستويع ممكن انا رايح اجونه ممكن انا نسبيتي مسلا سبعين ثمانين في المية ان انا اجيب هدف لقيت واحد تاني تسعين في المية ادها له او نعم يعني دي تفرج كتير اوي طب موسيقى